مرحب بكم هنا تاني عزام شهدين ونرحب بخبرنا التحكيم وتميز دائماً من كابتن ناصر عباس بس قبل ما نرحب بكابتن ناصر نقول تشكيل النادي الأهلي النهاردة بإذن الله النهاردة مصطفى شبير ريح راس المرمى أكرم توفيق زهير أيمن علي معلول زهير أيصر وقلبية الدفاع حمد عبد منعم ورامي ربيع سولاتي خط الوسط الدفاعي عمر السلية ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا والمقدمة النهاردة هيبقى حسين الشحات بيرسي تو ومودست مرة تانية مصطفى شبير ريح راس المرمى زهير أيمن أكرم توفيق زهير أيصر علي معلول قلبية الدفاع محمد عبد المنعم ورامي ربيع سولاتي خط الوسط النهاردة عمر السلية وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وسولاسي المقدمة حسين الشحات بيرسي تو ومودست احتياطي نادي الأهلي النهاردة حمزة علاء ريدا سليم حمد مجدي أفشا مام عشور كريم فؤاد طاهر محمد طاهر حمد هاني كريم الدبيس ووسام أبو علي كل التوفيق لنادي الأهلي النهاردة إن شاء الله لتحقي الهدف المرجو وهو الفوز بإذن الله رب العالمين رحب بك كابتن ناصر بنوارنا تحيات لي كابتن نادي متحادي لكل مشاهدي قناة نادي الأهلي في البداية إن شاء الله نتمنى إن شاء الله لنادي الأهلي النهاردة يفوز ويعتلل صدارة إن شاء الله المجموعة وربنا يوفقه وده يعني إحنا إن شاء الله أمننا في ربنا سبحانه وتعالى نادي الأهلي النهاردة يقدم وراك ويسا ويفوز بالمباراة إن شاء الله كابتن أيمن زي ما تعودنا وإحنا هنا في قناة نادي الأهلي بنسأل سؤال ماذا فعلت صافرة الحكم لويس ده يندو الحكم البنيني في آخر مباراة للنادي الأهلي آخر مباراة للأهلي عشان بس منفكر مشاهدنا الكرام كان بيدير لقاء الأهلي أوسانداونس اللي هو اللقاء اللي كان هناك في دور السفر ويمكن عشان برضك إحنا عندنا أرشيف للأخطاء التحكمية وكل ما هو موجود الحكم عندنا يمكن كذا لقطة في دية 90 لو تفتكر لكن الجزاء اللي هي كانت لبير سيتاو اللي هي كانت الدفع اللي هو واضح جدا جدا وبعدين كان على تقنيد الفار كانت موجود ماريا ريبيت وكان موجود عادل زراق قبل بس ما نروح للحالات هو يوانا تقم التحكيم كله بالكامل من الجوان على الفكر هو كان حكم موجود في بطولة الأمة أفريقية كابتن أيمن وقدار مباراة واحدة فقط لغير هذا الحكم أدار مباراة واحدة بس في بطولة الأمة دو زي حكم مدامة الغاني اللي بس بالضبط كده ومش موجود في قائمة البروفيشن مش من ضمن العشرين الحكم اللي اتحاد الأفريقية واخدهم اللي هم محترفين وبأكر طيب تقم التحكيم كابتن أيمن هنروح نقول إزاي الحكم يطور أدائه أنا النهاردة كحكم لو مش هطور من أدائي احنا آخر مباراة شفناه الحكم كان عنده مشاكل في التمركز كان عنده مشاكل في الأخطاء الفنية والعقوبات الليباتية كان عنده تردد يمكن ثلاث مرات تيجي الكرة فيه النهاردة هل هو حيطور من أدائه النهاردة ونشوف حاجة جديدة واحنا قلنا دوعاً كابتن أيمن لو الحكم ما طورش من أدائه وشاف ما تشطل هي القديمة كل مرة يشوف إيه اللي عنده ناقص ويكامل زي اللعب الزبط كده يبقى النهاردة هو مش هيوصل للهدف بس هو ظروف المباراة النهاردة ممكن ما تضغطوش قوي يعني المفروض أنه هو يظهر بحالة كويس الفريتين تأهله يلعبوا على المكسب ممكن وقت من اللقوات الأمور تبقى بالنسبة للفريتين الاكتفاء بالنتيجة يعني مش بالنسبة له اعتبر مش صعوبة يعني في صعوبة بلغة هو عنصر موجود مهم بس السعوبة عنده عارف ايه هي انه النهاردة المباراة من غير فور نشوف بقى المباراة اللي هي كانت في كان البر موجود بذلك كان عنده أخطاء تحكمية النهاردة هو النهاردة من غير فور كده هنشوف النهاردة هل هو طور من أدائه في النهاردة نشوف الأخطاء التحكمية ونشوف التحرك والتمركز نشوف هل النهاردة العقوبات ممكن أنا عندي حالتين معرفش لو فيه وقت نجيبهم ونشوف نفكر بس اللعبة اللي حصلت مع بيرسي تاوي كابتل ايمن في دائل السعين لو تفتكر والدفع الموجود واضح جدا جدا دية كانت موجودة في هزين براه للأسف هو ما حسبش ويلفور ومارية تجهالة المارية تعالى كابتل ايمن أنا بس أعود أنا معاهر أربع لقطات كابتل ايمن ودول مهمين جدا جدا يريد بس نجيب في بداية الحدث وهو الكرة في الهواء وبيرسي بيبتدي يسند الكرة بيبتدي يستقبل الكرة يمكن دي لقطة من دند اللقطات عندنا تلت لقطات تانية يعني وقدين الحالة من أولها لحظة الكرة ما تعملت اوبر لحظة ما بيرسي تلو سند ولحظة المخالفة اللي هي تمت من مدافع داونز فيها يمكن دي آخر لقطة اللي هي كان فيها دفع واضح وكان الحاكم موجود بس كابتل كان يبعد على والرؤية واضحة بالنسبة جدا 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 ونحن توقعنا يعني كلنا هو لم يحزبش أنا توقعت خلاص البر سيجيبه والأمور سيجيبه ولكن النهاردة بنقول تاني الحاكم اللي مش هتطور من أداءه ويبتدي يشوف السلبيات كانت من أيمن ويبتدي يشتغل عليها مش هقدر يوصل للهدف اللي هو عاوزه نتمنى طبعا النهاردة مع وجود عدم وجود تقنية الفار نتمنى إن شاء الله نشوف تحكيم لا توجد فيه أخطاء مؤثرة في نتيجة الموراة أخيرا نتمنى طبعا يا رب الفوز للنادي الأهلي وزا ما قلنا الأهدي القادر النهاردة بجمهوره العظيم وبلعابته إن شاء الله يفوز وفرح المصريين إن شاء الله بإذن الله